تسلم مستشفى كرالعام بمحافظة مأرب من مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية جهاز أشعى مقطع بكلفة نصف مليون دولار أمريكي في إطار الدعم الذي يقدمه المركز للقطاع الصحي بالمحافظة وخلال السلام الجهاز استمع وكيل محافظة مأرب محمد علي المعوضي ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبد العزيز الشداد إلى شرح من مدير مكتب مركز الملك سلمان بالمحافظة عبد الرحمن الصيعري عن أهمية الجهاز ومستواها الفني وأشار إلى أن الجهاز يعتبر آخر إصدار في الصنعة بتقنية 3D16 شريحة قادر على عمل جميع أنواع الأشعة المقطعية بتقنية عالية وبرمجة متطورة بما فيها تصور بالصبغات الأوعية الدموية والقلب وقد ثمن المعوضي والشداد الدور الإنساني والتنموي لمركز الملك سلمان والبساعدات التي يقدمها للقطاع الصحي بالمحافظة بهدف الارتقابه وزيادة فعلياته ورفع مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين